يصب الوالدان جل اهتمامهما على تلبية كل متطلبات التربية أو الرعاية المادية لأطفالهما غافلين كل الغفلة عن التربية الحقيقية ألا وهي التربية المعنوية بغرس القيم والأخلاق والمبادئ والتي تعتبر المعايير الثابتة التي يستند عليها النشأ في مواقف حياته المختلفة ليواجه الحياة ويصدر أحكامه مستندا عليها ثم بعدها يأتي جانب التربية العملية والتي تعمل على نمو ذلك الغرس في جو صحي واضح ليصل بثبوته لعنان السماء وإلا ماتت تلك الغرس بغفلتنا عن ريها والاعتناء بها التربية الحقيقية مش ملء جوف بطعام ولكن تهزيم مشاعر وتأديم قدوة حية رمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر